في هذه القناة كثير ما تكلمنا عن الصحابة وعن سيرتهم وكيف كانوا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا مجتهدين في العبادة حتى إنهم افتدوا بأرواحهم لنصرة الدين بس هل تعلم بأن لك أنت أجر خمسين من الصحابة؟ أي عمل تعمله لك أجر خمسين صحابة؟ وهذا مو بكلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن سنتبه سنة من كان قبلنا كل شيء سووه اللي قبلنا راح نسويه عندنا حذو القضة بالقدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي أغلبنا ما يعرفه بأن هذا وعيد مو بس خبر لأن باتباعنا هذا توعدنا الله سبحانه وتعالى بعذاب مثل عذاب الأمم اللي قبلنا وهذا العذاب بيكون في آخر الزمان يعني يعتبر علامة من علامات يوم القيامة وهذا كما إن خبر أخبرنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد وعيد فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته مسخ وقذف وخصف أنه سيكون فينا مسخ القردة وخنازير وخصف الأراضي وقذف بالحجارة وكل هذه حصلت لأمم من قبلنا كل اللي بنذكرة في هذا المقطع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة قريتها أنا وحب نتدبرها سواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا ربي في مقطع اليوم راح نتكلم عن بعض علامات الساعة الصغيرة واللي بتظهر لنا في آخر الزمان كل العلامات اللي بدكرها لكم اليوم هي أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور اللي راح تصير في آخر الزمان بس ليش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بها علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور عشان إذا حصلت فإذا عشت فترة طويلة وشفت بعض علامات الساعة تثبت ويزيد إيمانك ومعظة وهي لا شك بأن رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا في آخر الزمان وهي بمثابة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى قيام الساعة عشان يعلمون بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق لأن الفتن راح تكون قوية جدا 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 خل لك شي تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميكتوب أنس أكشن بإذن الله العلي العظيم راح أطرع لك منذ من طور اسم الله كثير مننا ما يعرف بأن أول علامات الساعة الصغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها إلى الآن والعلامات تظهر متتعب تخيل إذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول علامة من علامات الساعة الصغرى كيف وصلنا علينا يعني أول علامة ظهرت قبل 1400 سنة في آخر الزمان تتغير أشياء كثيرة جدا في العالم في زمان عشان يشترون بعض البضائح يسافرون مسافات طويلة بالأشهر أما في آخر الزمان في الأسواق تتقارب وجمادات تتكلم محادثات طبيعية بين السباع والإنس في زمان كانت الناس تستخدم الحيوانات للتنقل من مكان لمكان آخر أما في آخر الزمان يستخدمون البشرية سروج كأشباه الرحالة يعني سرج مثل سرج الحصان بس هذا السرج يشبه الراحل اللي هي السيارات اللي تستخدم في زمنها مستغرب أني شرحتها بهذه الطريقة صح بس مو أنا اللي شرحها بهذه الطريقة هو النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بهذا الوصف نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن السيارات قبل 1400 سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحالة ينزلون على أبواب المسعة والسرج هو اللي يضعون فوق الراحلة يعني مثل المقعدة وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالراحلة فلها أربع قوائم ولأنه بإمكانك تحملها أخرى فلها مثل الشمطة ولشوف السيارة من بعيد تشوفها مثل الراحلة مثل الحيوان لها أربع قوائم وبإمكانك تحمل فيها وهذا اللي قاله العلامة الألباني رحمه الله فقال في شرح هذا الحديث يتبين لك بإذن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى هذه المركوبة التي ابتكرت في هذا الحصر على وهي السيارات فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحالة فسبحان الله كيف دقة الوصف اشهدنا في أشياء كثير في آخر الزمان تتغير والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا عن بعضها فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام في آخر الزمان يعود غريبا وأن الأمم تتكالب على المسلمين يعني تلقى البوذي والنصراني يتفقون على عداوة الإسلام وأن في آخر الزمان المفاهيم عند المسلمين تتقل يصدق الكاذب ويكذب الصاد يستأمن الخائن ويخون الأميم ففي آخر الزمان المسلمين يصيرون يقدسون الأعاجم فما يهمهم فكرك ولا علمك ولا مكانتك يهمهم كيف تتشبه بالأعاجم أكثر شيء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم الوصف فيقول حب الدنيا وسنتهم سنة الأعراب ما آتاهم من رزق جعلوه في الحيوان لا إله إلا الله يدقة الوصف زي ما تشوف في زمننا هذا يأخذ الحيوان ويحبس في البيوت وتدفع على هذا الحيوان المحبوس الكثير من الأموال بدعوة الإحسان إلى الحيوان وهذا اللي يصير في الأعاجم واللي بدأ المسلمين يتشبهون فيه مع أن في كثير من البشر يموتون جوع بس قلوبهم قلوب الأعاجم ومن الأخبار اللي أخبرنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تعين الرجل في التجارة وهذا اللي نشوف في يومنا الآن فما تلقى سلعة عالمية تباع إلا وتستخدم المرأة فيه يجيك إعلام مطعم عالمي تلقى البنت لها دخل فيه فجأة صورة بنت في الإعلان ما تدريش دخلها يجيبو لك في الإعلان وجبة بورقر على أنها مشاهية فجأة تلقى سيقان جنب البورقر ما تدريش دخلها ما تدريش دخل هذا في هذا أو أنها تستخدم في نفس المطعم يشغلونها كمحاسب في المحل عشان تجذب الزبائن بلبسها أو شكلها يعني ما تخلو تجارة من على وجه الأرض إلا وللنساء دخل فيها في المعونة هنا مو معونة مادية المعونة هنا تكون معونة بالجسد معونة بالشكل يعني معونة فيزيائية صح أن أغلب التجار رجال لكن ما تلقى تاجر كبير إلا والنساء يعينون في تجارتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم خاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وفي آخر الزمان تقطع الأرحام يستكثر الواحد أن يسلم على أكارب ما يجيهم إلا مرة كل عشر سنين مع سهولة التواصل في هذا الزمان وفي آخر الزمان يكثر الزنا ويجاهر الناس به حتى أن الرجل يفترش المرأة على قارعة الطريق لا ينكر عليه أحد أبدا ومن علامات آخر الزمان أنها تستحل بعض المعاصر ويبرر لها ومن هذه المعاصر اللي تستحل هي الزنا والمعازف وشرب الخمور ولبس الحرير فيتفش الزنا بين الناس ويجاهر الناس به ويتنافسون فيها ويبرر له بأنها حب وأنها علاقة حب وأنها شي جميل في المجتمع وهو تعبير عن حب اثنين لبعض والاستحلال هنا بالتبرير له وتأويل بعض النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الآيات يعني يبرر لها بالتأويل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف وكلمة لا يكونن أي للتأكيد في بجون ناس مسلمين يحللون المحرمات بالتأويل يؤولون النصوص الشرعية حتى يحللون هذا الأمر ومن عجائب علامات آخر الزمان بأن في بعض الأقوام يموتون من وقوع الجبال عليهم وهذه من العجائب اللي قريتها فعلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعني جبل يروح عليهم بسارحة لهم يعني فقير يمر عليهم ويسألهم ماذا الفقير حاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضعوا العالم يعني يسقط الله سبحانه وتعالى عليهم الجبل حقيقة شي عجيب أنا ما يعرف هل ظهرت هذه العلامة أو أنها راح تظهر يعني بيكون حدث ويكون رأي عام أو شيء زكي أو أنه فعليا بعض الحوادث اللي تصير في بعض العقاب اللي نشوفها في أيامنا يعني يجي مطر في الجبال تطيح على الناس وأنا أعرف فعليا بعض الناس ماتوا من هذا الأمر فالله أعلم ولكن من علامات برضو قرب آخر الزمان أنه يرفع العلم النافع العلم النافع المقترم بالعمل الصالح ويذهب العلم النافع من الأرض تماما واتفق أهل العلم أن ذهابه بقبض أهله فيكون قلة العلم النافع بموت أهل العلم فبعد موت أهل العلم يتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون الدين بآراؤهم ومشاعرهم ووقتها يتمكن الجهل من الناس والظاهر والله أعلم أن هذا الوقت وهذه الفترة يكون فيها تحليل المعاصي من شرب الخمر والمعازف والزنا ولبس الحريرة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن بعدها ينتشر الفتن في الناس وتبدأ الاختلافات في الناس فيكثر القتل وهذا ينقلنا العلامة الثانية من علامات آخر الزمان واللي هو كثرة القتل علمهم أن علامات آخر الزمان وعلامات الساعة الصغرى كثيرة جدا وبإذن الله العلي العظيم رح أخصص لها حلقة خاصة فيها لكن الحين خلونا ننتقل لموضوع حلقة اليوم واللي هو المسخ والقذف والخصف اللي رح يصير في أمة محمد اش سوى بالضبط هذا؟ ليش هذه العقوبات رح تصير في أمة محمد؟ يعني رح تصير فينا حيني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف الخسف نعرفه واللي هو نزول الأرض وموت الناس بسبب نزول الأرض المفاجئة أما المسخ فهو مسخ الناس لقرده وخنازيره والقذف هو عقاب قوم لوطة الحين عرفنا إشي العقوبات بس في من رح تصير؟ وهل هي عامة أم خاصة؟ وهل للصالحين ضمنهم أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن أناس من أمة الخم يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات وفي رواية أخرى المغنيات يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرده والخنازير وركز معايا في أول الحديث إن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي وهذول الناس هم اللي يحللون المعاصي فيشربون الخمر ويحللونه بل يغيرون اسمها ويستخدمون بعض المسميات الأخرى عشان برضو يدلسون على الناس وعلى الجاهلين من أمة محمد وفي بعض أهل العلم قالوا إنهم يستخدمون بعض المواد اللي لا تستخدم في الخمر بس إنها تفعل نفس فعلة الخمر فهي مسكرة يقولون حنما استخدمنا الخمر حن استخدمنا مادة ثانية غير الخمر فمستحيل يكون حراما يعني باختصار يدلسون على الناس وهم نفسهم يضربوا على رؤوسهم بالمعازف والقينات أو المغنيات والقينات هي الحفلات الموسيقية شخص يبدأ يغني والناس تبدأ ترقص معه ويكونوا مستمتعين في الحفلات هذول نفسهم هم شاربين الخمر اللي في البداية فإذا اجتمع شرب الخمر مع القينات هذه ويحللونها لأنفسهم ويجلسون على هذا الحال فترة حتى يجعل الله سبحانه وتعالى منهم القردة والخناس يمسخهم الله سبحانه وتعالى ويخصف بهم الأرض وفي أحاديث ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم توصف إيمان هذول الأشخاص وإيش عقيدتهم بضعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خصف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر اللي إذا صار أي حدث على وجه الأرض ينسبونه لغير الله سبحانه وتعالى فيجعلونه للطبيعة أو لبعض النجوم ولا ينسبون العلم لله سبحانه وتعالى وهم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر وركزوا معايا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها دولة القدرية وعن شاربين الخمر واللي يضرب على رؤوسهم بالمعازف هم من يخصف بهم ومن يمسخهم الله سبحانه وتعالى لقردة وخناسية وهذا يدل على أن هذه هي عقيدتهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى شيء مرعب يا رجل الله لكن اللي أكثر رعب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها يوم سألت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال فقالت يا رسول الله أنه لك وفينا الصالحون يعني كيف هذا العذاب يصير فينا وفينا صالحين فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال نعم إذا ظهر الخبث يعني إذا عمل خبث في الناس وإذا قل الصالحين والمصلحين يكون حتى العذاب أمر عام على الجميع فإذا صار في جيل فهو شامل عليهم على الصالح وغير الصالح أمر مرعب جدا 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 يوم تفكر فيه شفت هذه الفتن كلها والأمور الصعبة في آخر الزمان واسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواسعة يبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة للصابرين والعاملين في أيام الفتن بأن في هذه الفترة الصعبة القوية على المؤمنين الصالحين أن لهم أجر خمسين من الصحابة خليني أوضح لك أكثر في يوم من الأيام كانوا الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين الصحابة هنا ناطروا في بعضهم فقالوا يا رسول الله أي خمسين أجر خمسين منا أو منهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم خمسين منكم يعني من الصحابة فأي عمل صالح تسويه في أيام الفتن يكون لك أجر خمسين صحابي يعني مضاعفة الأجور تكون جدا كبيرة لك وفي حديث ثاني يبين عظم العمل في أيام الفتنة وكيف إنه مفروض أن نستغلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن زمان الصحابة إن من ترك عشر ما أمر به هلك يوم القيامة ومن بعدها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن زماننا وعن آخر الزمان فيقول ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا ففي آخر الزمان إذا كثرت الفتن الأجور تتضاعف حتى إن الرجل يعمل بعشر ما أمرها الله سبحانه وتعالى نجا يوم القيامة وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العامل في أيام الفتن له أجر خمسين من الصحابة وأختم قولي بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبة للغرباء طوبة للغرباء صوبة للغرباء كررها ثلاثة مرة فقال الصحابة من الغرباء يا رسول الله قال ناس صالحون في ناس سوء كثير وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فقال لهم وددت أني لقيت إخواني فقال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم صغربين أوليس نحن إخوانك؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يرون اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعله لنا شفيعا واسقنا من يده الشريفة شربه لا نضمأه بعدها أبدا يا رب العالمين إلين هنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم شوفكم إن شاء الله الحلقات الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله ألا أنت أستغفرك وأتوب إليك شوفكم على خير تحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر